منبارك طبعاً للمغرب وكان الفوز بتاعهم ملهم وزي ما بيقولوا inspiring كده وقد إيه كان مختلف شوفنا العيبة مع أمهاتهم بيحتفلوا بعد الفوز وكانت لقطات مميزة جداً جداً شوفنا أشرف حكيمي نجبه منتخب المغرب وهو بيجري بعد الفوز عشان يموس إيد وراس والدته وده كان يعني شيء رائع 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 ولمسة مهمة وبتوري قد إيه بر الأم وقد إيه رضا الأم وأكيد دعاها لي يعني كان جزء كبير جداً من الفوز ده إيه رأيكم يا أسدزة؟ والله إذا بنتي كده بالضبط يا مهة يعني واحدة من التكلم على كاس العالم المفروض فعلاً ما تفوتناش لقطة حقيقية من اللقطات المهمة المميزة اللي لسه ما زالت لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها اللوقتي ترند اللقطات الجميلة اللي رصدت اللاعبين مع أمهاتهم اللي بتكون زي التقدير والشكر لهم على تعبهم معهم خلال السنين اللي فاتت والتشجيع المستمر شوفنا أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب هو بيجري بعد الفوز علشان يبوس إيد وراس والدته زهر وزهر كمان وليد ركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي في فيديو وهو بيجري كمان علشان يبوس إيد والدته وكانت اللقطة الأهم والأجمل من النارح كمان يعني طبعاً اللي رأسها الندم الشهير منتخب المغرب سوفيان واللي قرر يحتفر مع والدته زي ما احنا شايفين في الصورة داخل الملعب بتأهل طبعاً المنتخب المسبنين لكاس العالم القطر عشرين اتنين وارشين زي ما احنا شايفين فعلاً بعد ما المطش انتهى بوفال راح للمدرجات وخد والدته اللي دايماً كانت بتشجعه ورقصه في الملعب وكانت اللقطة المهمة والجميلة في المطش وكانت ترند على السوشيل ميديا السوشيل ميديا كانت غرقانة امبارح المغرب وفوز المغرب والعالم الأحمر والنجمة الخضرة والأمهات في الملعب بيحتفلوا كلنا كنا مبسوطين وكلنا كعرب كنا فخورين جداً بالفوز ده ولقطات للمصريين رهيبة كانت الناس عدد مهولة بتتفرج على المطش وكانوا قد ايه سعدة وقد ايه بيدعمه المغرب الشقيق اكيد طبعاً فوز المغرب فوز لنا كلنا وفي كل شارع في كل دولة في الوطن العربي كانوا بيحتفلوا حقيقي فوز مستحق لانهم تعبوا او يعملوا مجهود كبير جداً ألف مبروك للمغرب وان شاء الله عقبال الكاس ما هتش عارف طبعاً يا رب بس عايز اقولك الدفعة الحقيقية هي ريدا الأم تحس ان كلهم زي ما كون متفقين على قلب رجل واحد انه يعني أمي ثم أمي يعني مهمة قوي قوي يعني طبعاً كنا نفسينا نشوف العيلة زوجة الأولاد لكن الأم هنا بدعواها يعني هنا بيدي رسالة للعالم كله يعني ريدا أمك عليك طبعاً هي اللي تخليك نجم العالم ومتفوق وكل حاجة ريدا الوالدين طبعاً أهم حاجة ويمكن احنا عندنا حتى في مصر لما حد يحصل له حاجة كويسة أو يرزق في أي حاجة يقولك الله يا بركة دعا الوالدين والله انت أمك راضي عنك فهي حقيقة يا ريدا الأم وريدا الأب كمان أكيد مهم جداً ويعني ربنا يا رب يعني يستجيب دعاهم لنا دايماً